اشتركوا في القناة جوبا رقصة الموت الاخيرة قناص بغداد او جوبا كما اطلقت عليه القوات الامريكية في العراق والتي تعني رقصة الموت الافريقية فعند مرور قناص بغداد من مكان لا يستدل على وجوده الا حين يطلق طلقته يقنص ضحيته من القوات المحتلة فيسقط الجند الموعود وكأنه يرقص وهو يودع الحياة يعتقد ان اسمه الحقيقي هو عزام طب العنزي طبقا لما اعلنته الاستخبارات الروسية بعد ان حيرت هويته الامريكيين في العراق لسنوات طبقا لأحد التسجيلات التي اصدرها الجيش الاسلامي في العراق وهي جماعة مقاومة كان قناص بغداد يعمل من خلالها فان الرجل كان يحمل رطبة عقيد في الجيش العراقي زمن الرئيس الراحل صدام حسين هذا الجيش الذي حارب ايران لثمانية سنوات متصلة اذق فيها عدوها الامرين من قصف مدفعي مكثف ومعارك بالاسلحة المشتركة من دبابات ومشاء وقوات خاصة حتى استطاع في نهاية نيل مبتغاه وسيطر على شبه الجزيرة الفاو كاملة مكملة لصالح العراق كما ان الطريقة عمل قناص بغداد توحي انه لم يكن ضابطا عاديا بل كان من القوات الخاصة او الحرس الجمهوري العراقي لكن قناص بغداد نفسه وصف طريقة عمله انها ذات الطريقة التي وصفت للقناص الامريكيين في احد كتب العلوم العسكرية والتي تحصل عليها جوبا ورفاقه من احدى المواقع الامريكية في العراق كما ظهر ايضا جوبا وهو يقوم بتدريب مجموعة كبيرة من القناص العراقيين في المقاومة العراقية رغم ذلك طلت القوات الامريكية في العراق تنكر وجود قناص بغداد خاصة بعد ان اعلنت امريكا وحلفائها القضاء الكامل على الجيش العراقي في حرب العراق عام 2003 فقد اجتاحت الجحافل الانجلو امريكي العراق في ذلك العام لتواجه الجيش العراقي في حرب كان من شبه المستحيل فيه تحقيق النصر للعراقيين نظرا للفرق الهائل في التصليح بين الجنبين فقد كانت الطائرات الحوامة الامريكية الاحدث وقتها من نوع اباتشي تقاتل الدبابات التي اثنان وسبعين العراقية في معركة مفتوحة غير متكافئة حتى ان هذه الحرب شهدت ولأول مرة اطلاق الصاروخ كروز من طائرة حربية امريكية على اهداف عراقية علما ان الغريب في الامر عزيز المشاهد لم يكن اطلاق الصاروخ من طائرة الغريب ان الطائرة كانت تحلق فوق اسبانيا لا فوق العراق او دول جوارها حقق العراقيون ايضا بطولات لا تنسى فمن منا ينسى ذلك الفلاح العراقي الذي اسقط طائرة حوامة من نوع اباتشي ببندقية كلاشنكوف من عام 1949 رغم ذلك استطاعت امريكا دخول العراق وقررت ان تقضي على كل مظاهر المقاومة العسكرية واعلاميا بمحاولة اخفاء الشواهد على وجود قناص بغداد وامثاله لكن شواهد وجود جوبا كانت بادية على القوات الامريكية اضطرت تلك القوات لتعزيز تدريع مركباتها خاصة من ناحية العجلات والتي تم تعزيزها بالالياف الزجاجية المطاطة ومواقع الجنود في المركبة وحتى فتحة الرؤية لدى السائق كما انصدرت الاوامر لقوات المترجلة وخاصة في اماكن الاشتباكات بعدم السير بخط مستقيم بل يجب عليهم التحرك بشكل متعرج تجنبا لان يصبحوا اهدافا سابتة فبدى الامر وكأن قناص بغداد جعل الامريكيين يرقصون احياء واموات ليستحق اللقب الذي اطلقه عليه الامريكيين جوبا او رقصة الموت عدد القتل الكبير الذي كان يعلن عنه جوبا جعل الامر غير قابل للاخفاء اكثر من ذلك لتعترف القوات الامريكية اخيرا بوجوده لكن هذا العدد من القتلى وبالاضافة لتسجيلات التدريب واختلاف طريقة القنص التي اتبعها جوبا حذاب المحققين للقول بان قناص بغداد ليس شخصا واحدا بل هم مجموعة من القناصة تعمل تحت نفس المسمى عزز ذلك الاعتقاد عدد القتلى الكبير الذي اعلن عنه قناص بغداد والذي وصل الى ستمائة وخمسين جندي وضابط امريكي فقد قيل انه تقريبا اباد كتيبة كاملة من قوات المارنز في بغداد مستخدما بندقية عراقية مصنعة محليا زمن راحل صدام تسمى تابوك وهي ما استخدمه قناص بغداد في كل عملياته اما عن طريقة العمل ففي الغالب كان قناص بغداد يقنص جندي او اثنين من القوات الامريكية في اليوم في اماكن متفرقة من بغداد ولا يعرف احد كيفية تنقله او عمله والطريقة الوحيدة او الشيء الوحيد الذي تستدل عليه القوات الامريكية بعد تفتيش موقع العملية وفارغ الطلقة المستخدمة مصحوب بورقة مكتوبة بخط منمق باللغة العربية مكتوب عليها قناص بغداد مر من هنا اجبرت هجمات قناص بغداد واصداراته القوات الامريكية لارسال قناص او التعظيم من امر قناصه كريس كايل والمعروف باسم قناص امريكا وعظمت من قدراته وهجماته حتى تستطيع ان تمتص الحرب النفسية التي حطمت معنويات جنودها من قبل قناص بغداد ولاستعادة الهيبة العسكرية الامريكية التي كاد جوبا والمقاومة العراقية ان تعصف بها لكن بشهادة كريس نفسه في حوارهم مع جريدة الجارديان فان عدد القتلى الذين سقطوا عن طريق بندقية جوبا اكثر من عدد قتلاه فقد قال نصا قناصة العراق اكثر حظا مني فهم يجدون اهدافهم بسهولة اكبر كيف لا وقناص بغداد قد شارك في معركة الفلوجة الاولى عام الفين واربعة تلك المعركة التي اضطرت فيها القوات الامريكية للقتال من بيت لبيت في محاولة لهزيمة المقاومة العراقية داخل المدينة وهو ما فشلت فيه فقد استخدمت المقاومة العراقية اسلوب حرب العصابات عن طريق نصب الكمائن للقوات الامريكية المقتحمة مما افقد الاخيرة العديد من الاليات والجنود دون التمكن من استخدام سلاحهم المفضل الطيران نظرا لقرب اماكن الاشتباكات واستخدام المقاومة لسلاحها الافضل القناصة فجوبا ورفاقه لا يستدل عليهم ضحيتهم الا وهو مفارق للحياة لتنهزم امريكا في هذه المعركة شر هزيمة ويسجل لجوبا نصرا جديدا على اعدائه رغم ذلك وفي عام الفين وثمانية اعلن الجيش الاسلامي في العراق عن مقتلق الناص بغداد في احد السجون الامريكية في العراق دون الكشف عن هويته الحقيقية فقد قبضت عليه القوات الامريكية دون الكشف عن هويته ولم يرغب تنظيمه في الكشف عنه زيادة في اغاظة الامريكيين لكن يعتقد بعض الخبراء انه قتل خلال المعارك او في حروب الصحوات غربي العراق لكن الجيش الاسلامي فضل اعلان وفاته على اليد القوات الامريكية دون الكشف عن هويته لزيادة تأثيره النفسي والمعنوي لا على القوات الامريكية فقط بل على استخباراتهم ايضا لتغلق بذلك صفحة البطل الوطني العراقي المجهول الذي اذاق المحتل الامرين من جراء هجماته ويظل هذا البطل الغامض اسطورة في سماء المقاومة العراقية وكابوس ينغز مضاجع الامريكيين بجيشهم واستخباراتهم وامكانياتهم اللامحدودة ولا تنسى عزيز المشاهد الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنشر المزيد ان شاء الله قناة نافذة